في ظل مصاعب الحياة ومشاغلها المتسارعة تأتي الأهمية واضحة في الحديث عن صحة الشباب والاعتناء بها وفق نظام صحي سليم النتوة التي عقدت في منتدى شارك الشبابي وبتعاون مع الملتقى الفلسطيني للسياسات الصحية وبحضور عدد من الشباب ناقشت أهم العوامل التي سهمت في تخلي الشباب عن الاعتناء بصحتهم كالتمدن السريع في المجتمع الفلسطيني وعدم وجود ثقافة صحية لدى مجتمع يربط لاكتمال الصحي بالقدرة على الحركة والتحدث المؤسسات البحثية بحاجة أنها كمان تعتمد منهجيات نوعية بحيث أنها تسمع صوت الشباب وتدون صوت الشباب بلغتها بواقعها بحلها بمرها المشاركة مع المؤسسات بتعني أنك أنت تجمعي هذه المؤسسات التي عندها الأدوات التي قادر فيها تعطي الإمكانيات تفسر تعطي أرضية البحث العلمي الصحيح أعضاء الملتقى الفلسطيني للسياسات الصحية كشفوا النقاب عن مشروع يرصد السلوكيات الحياتية للشباب ومحيطهم عبر تشكيل مجموعات بؤرية لمعرفة أي القضايا يمكن الحديث عنها لاحقا كالمخدرات وشرب الكحول وإقامة علاقات جنسية خارج دائرة الأمان أما عن الشباب فهم يرون أهمية قصوى في هذه القضية على الرغم من اعترافهم بعدم الرعاية الكافية لصحتهم أجمع القائمون والحضور على ضرورة الوصول لأسباب إهمال الشباب صحتهم المتمثلة في وجود الاحتلال وثقافة المجتمعية السائدة وحالة الإحباط المتغلغلة بين صفوف الشباب بصفة الشباب الدرع الواقي للمجتمع فلابد أن يتمتعوا بصحة عالية للقيام بهذا الدور وبحسب هذه النذوة فلا يوجد أي قانون يحفزهم على الاعتناء بأنفسهم وبصحتهم إلا هم لتلفزيون وطن فاطمة مشعلة رمال